تقفوه ماذا تقفوه شو ساوت قصين شهري من الاخرط مگتع الان بنا الحبي همهůم�� طيب همو الميد الان بمألي kung اتطteenth friendly فمثلمن تعرف قدر أخذها قصة من الاستراحة يعني عشان الضغوطاتиваютر إلا و أحص الموت 기اموبي نعرامين حتى إذا كانت فترة الاستراحة أمو لازم تنسلل لها حتى يستفيدون قبل ما يتقفل الكلتش أو مدري هل بيتقفل أو لا طبعا تعرفون هذا اللبس إيش صح هذا اللبس كان نادر جدا بالأصح من زمان موجودة البعض منكم الحين يعرف كيف يسوي هذا والبعض منكم لا وبرضو بعضكم يلاحظ ان فيه كذا حقة السباحة مدل اسمها فلوت او فلوتي اذا ما خاب ظني يمديكم تحطوها فوق راسكم او يعني قلتشات بالأصح بشكل عام البعض منكم وطيب امون اللبس هذا ما موجود عندي في الدولاب ايش اسوي راح اشرح لكم كل شيء بإذن الله اليوم فايب لكن قبل ما ندى الفيديو لا تنسوا سنوعة رسول على الفضل الصلاة والسلام واذا حاب تدعمني لا تنسوا تضيفوني في ركروم اللي هو تكتبون اسم امون اكس ومن ثم تضغطون على بروفايلي بتلاقون كلمة السبورت كلها عليكم تسوي هالخطوات وكذا انت يعتبر انكم دعمتوني حرفيا ما رح يكلفكم ولا دولار ولا اي حاجة بالأصح هذا الشيء تعتبر حرفيا كدعم لي واكون ممتنة لكل شخص اشوف انه داعمني في بروفايلي فيه برضو فيه حاجة جددا اساسية لا تنسوا تضيفوني الفشارة يا خلصها وليش من الصبح قاعد اكلها اول حاجة اللبس الهوكي النادر طيب امون هل هذا يحتاج الفل بدي ياب يحتاج الفل بدي يعني طيب مثل ما تشوفوا لما تضيفوني الجسم النص هذا اللي حاليا نحنا متعودين عليها وتروحون للملابس ما رح تلاقون الاسكن الهوكي موجود اساسا لكن في حال تروحون هنا وتروحون للفل بدي وتروحون للملابس على الطول بتلاقوها في الصفوف الاولى طيب امون انا مو معي ولا واحد من هذا ايش الحل او ايش الحل حتى تضوط معاي القليش كليلا عليكم انكم تروحون الجسم النص اللي نحنا متعودين عليها كليلا عليكم شا تسوون انكم تروحون علامة البحث اللي هنا بعدين تكتبون كلمة هوكي اللي هو اتش في كي هذا اللبسين هذا لازم يكون معاكم حتى تضوط معاكم القليش او تجيكم اللبس الهاكي هذا نادر فيبأ انا قريدي معايا عشان كذا انتم تشوفوا معايا لبسين اموري طيبة وبسوي الحين القليش معاكم فيبركزوا معايا الخطوة جدا بسيطة وسهلة تحطون جسم الفول بادي كما تتشوفون بعدين تروحون حق الجسم هنا تضغطون اي واحد منهم مثلا بضغط هذه بعدين برجع اغير الجسم وحط هذا مثل ما تتشوفون لكن عشان يثبت تحطون اللي واضح الأرقام تحطون اللون الأحمر قلينا سويها معاكم روح هنا نضغط اللون الأحمر روح شي ترا مثل ما تتشوفون طبعا ملاحظة لمن تسيفون اللبس ما يمديكم تلبسونا في أي مكان يعني إذا غير سيفتوا اللبس وروحتوا مكان عام وحاولتوا تلبسونا ما يمديكم فلاحقوا هذا الشي فأنا مدري الصراحة إن كان بيتقفل القليش هذا ولا لا ننتقل للقليش الثاني طبعا القليش الثاني أنا ما عندي الأيتمات لأنها محدودة كانت لكن أنا بعطيكم أسماء الأيتمات وبشرح لكم كيف تسوونها ويا بوايبي خلينا أشرح لكم كيف تقدرون تسوون هذا الشي اللي هو مثل ما تشوفون اللي فلوتي وعندكم اللي هو الساش حقة النيو يير هذا القليش تضبط بالأصح لما يكون عندك هذا الساش لكن هذا في بعض الأشياء يمديكم تسوونها راح أعطيكم أساميها في حال إذا كان معاكم يمديكم تسوونها فيبما إنه مبأي فلوتي اللي هو هذا تضبط معه القليش ومن هذا الكلام المتعارف على فقط تضبط على اللي هو دانو فلوتي فلمينغو فلوتي نيو يير ساش اللي هو مثل ما تشوفون كان فوق راسك كذا حقت المدركة فاسمها هذي فاروت فلوتي داكي فلوتي بس تضبط معه هذا إلا إذا معاكم من هذا الأيتيمات كل اللي عليكم إش تسوون تروحون وحطون فول بادي تلبسونها ومن ثم تنقلون الحق الجسم العادي الحالي هذي فجأة يضبط معاكم القليش بتلاقون إنه هذا بتوصل لكم هنا أو إذا كان الساش بيكون كذي حرفيا كان قليش فيب لحقوا قبل ما تتقفل هذا القليش فيب ايه أنا ادري مقطع بسيط خفيف لكن صدق صدقيا ما حبت إنها تشوفوتكم فيب لاتنسون تحطون اللايك إذا ما فهمتوا الشيي كتبو ليه 화ني أسفل الفيديو بإذن الله تعالى والبي راح gyda عليكم أشوفكم بإذن الله تعالى في مقطع الجاي حبكم في اللي حدا متابعين أشوفكم الاستمرار